تحت العباءة التركية يصل وزير الدفاع القطري إلى العاصمة الليبية ترابلوس خالد العطية ونظيره التركي خلوسي آكار يعقدان جولة مباحثات مع مسؤول حكومة الوفاق وسائل إعلام الليبية كشفت عن نتائج المحادثات ووصفتها بالمساعد تركية القطرية لتعزيز نفوذهما استباقاً لأي حل سياسي وحسب المصادر فقد اتفقت الأطراف الثلاثة على تفعيل ميناء مصراتة كقاعدة للقطع البحرية التركية إضافة إلى إنشاء مركز تنصيق ثلاثي قطري تركي ليبي يجتمع شهرياً على مستوى رؤساء الأركان مع وجود عسكريين من الدول الثلاث بماكر المركز في مصراتة وحسب المصادر فإن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن تتكفل قطر بإعادة تأهيل كافة المراكز الأمنية ومقرة التدريب في ترابلس وجود عسكريين قطريين خلال تلك الزيارة دفع مراقبين إلى القول بأن قطر انتقلت من الدبلوماسية إلى التعاون العسكري الرسمي بجانب الدعم السياسي والمالي لحكومة الوفاق وميليشياتها وفي موازات ذلك يرى الجيش والليبي أن الاجتماع الترقي القطري الأخير في ترابلس ليبيا عقدا لبحث مسألة التوتر والخلافات بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في ترابلس الآلة الحربية الإرهابية القطرية التركية اليوم اجتمعت في ترابلس من أجل شيء عين اثني الشيء الأول وهو نقل المعركة مثل ما قلت من شرق المتوسط لتخفيف الضغط على تركيا نقلها إلى ليبيا النقطة الثانية وهي الأهم طرابلس منذ عوالي أشهر من الآن بدأت هناك في حالات من التوتر وحالات من المشاكل ما بين التنظيمات التكفيرية المتطرفة والميليشيات المحلية والميليشيات السورية وتزامنت زيارة الوزيرين التركي والقطري مع وصول منظومة دفاع جوي تركية إلى ليبيا وأنباء عن مساع تركية لتجهيز قاعدة الوطية وفق مصادر إعلامية واختلفت زيارة أكار عن سابقاتها في أنها لم تحمل تهديداً ووعيداً بشأن سرطة والجفرة وهو ما قرئ ردوخاً للضغوط الدولية والأقليمية بعدم تجاوز الخطوط الحمراء هناك وسط طرح بجعلهما مدينتين منزوعتي السلاح ترجمة نانسي قنقر